السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عاملين ايه يا رب تكونوا بخير طبعا انا كنت الفترة اللي فاتت ما بعملكمش فيديوهات كتير لان نفسيتي كتوحشة جدا بسبب اللي بيحصل في فلسطين وفي اخواتنا في فلسطين وكده طبعا ما حدش فينا كان قادر اصلا هو يعمل اي حاجة غير ان هو يدعي لهم والحد دلوقتي مش قادرين نعمل حاجة وما فيش بيقدينا حاجة غير ان احنا ندعي لهم مناظرهم توجع القلب واطفالهم وكلهم صراحة الوضع عندهم صعب صعب جدا جدا ربنا يجعل الوضع اللي هم عايشين فيه ده في مزان حسناتهم ويرحم شهدائهم يا رب ويلطف بيهم طبعا هرجع بقى للمحتوى بتاعي الفيديو اللي انا مقدمه لكم النهاردة هو الفيديو ده تجربتي زي اي حاجة بجربها وبعط لكم التجربة بتاعتي مثلا في فيديو او كده اذا كانت مفيدة او لا بس فقلت بقى ايه اجرب الشيالة دي واوريكم كمان تجربتي بعد ما اجربها وكده وايه الحاجات الكويسة وايه الحاجات الوحشة فيها وكده مبدئيا كده هي اصلا حاجة مش منتشرة عندنا كتير ومعظم الناس متعودة على الشيالة العادية حتى في الشكل الشيالة العادية يعني لما بخرج بدي بحيث الناس كلها بتستغربني بس عادي يعني ولا بيهمني فالمهم هي شكلها بيبقى عامل زي اللي في الصورة دي بالضبط قدامكم لقيت بيجي على الفيس اسمها بنون وطبعا ده مش اعلان خالص لان انا القناة بتاعتي صغيرة جدا 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 والناس اللي متابعيني قبل كده اي حاجة بجربها معاكم بقولكم اني دي مش اعلان على الحاجة دي انا شريها فعلا بفلوسي بس بطلع اقولكم ولو انتوا حابين تشتروها من نفس المكان اللي اشتريتها منها تمام مش حابين عادي يعني ممكن تروح اي مكان تاني تشتروه نفس المنتج ده او الحاجة دي المهم يعني هي انا اشتريتها جاي معها الكتايب ده عجبتني جدا لان الكتايب ده فيه شرح حاجات كتير قوي ممكن امهات كتير ما تبقاش عارفة استخدامها فده يعني حاجة مبسطة جدا ان انت استعرف تستخدميها وكده ده غير طبعا انا عملت السيرش كتير جدا عشان اعرف اتعمل معاها ازاي قبل ما اجيبها واعرف فكرتها وكده وطبعا لقيت كل اللي عامين فيديوهات او بالنسبة 90% من اللي عامين فيديوهات عليها هم اجانب مش عرب وطبعا هي مريحة جدا بالنسبة ليهم وبالنسبة للطفل الطفل طبعا لازم رجليه تبقى واخدها شكل حرف الام لكن اللي هي بتبقى عادية ورجليه مدل ديلا دي حاجة وحشة جدا وسيئة وبتعمل مشاكل في الهيزون بعد كده وطبعا الام كمان لما بتلبس حاجة زي شنطة المدرسة الحملة بتاعتها بتضغط على ظهرها بتضغط على كتافها فبالنسبة لها بتبقى صعبة جدا فدي حاجة كده زي التشيرت مثلا ان انت تلبيسيها كده وتحطي فيها البيبي فحسيت الفكرة بتاعتها كويسة الصراحة بس بقى جت معيها كتايب جا معيها شنطة كده قماش وهقوريها لكم عشان لو حابين تطلبوها من نفس المكان اللي انا جبتها منه عشان هوا موجود فيه اللينك يعني بتاع الجروب وكده دي شكل الشنطة وهم اصلا كمان مش بيبيعوا شيالة بس هما بيبيعوا حاجة تانية بتخص البيبي يعني والامة وكده بس اللي انا جبتهم عندهم الشيالة الصراحة ومعيها الشيالة بتيجي جواها زي كوفر كده اللي هو بتاع الشنطة دي طبعا كست الشحن اللي جاتلي فيها الكوفر ده بقى اللي هو شبه الشنطة بالزبط انا جايباها رصاصي شبه الشيالة بالزبط الكوفر ده بتتلف فيها كتجايلي ملفوفة ومحتوطة جوا هي طولها خمسة متر فطبعا انا مش هعرف بورها لكم يعني لانها كبيرة جدا واي حد بيشوف هي عودية تحكي عليها يعني بس عادي ما بيهمينيش برضو طراما مرياحيني خلاص هي يعيبها الوحيد ان هي طويلة وتعودية تلفية فيها كتير مش زي الشيالة الجهزة يعني حاجة لخمة شوية بالنسبة للناس اللي مش متعودة عليها لكن لو انت جبتها وتعودت عليها مش هتاخد في ايدك خمس دقايق وانت بتلف فيها طبعا الكتايب ده بقى موجود فيه كل حاجة هي طبعا الشيالة دي خمسة متر زي ما قلت لكم فيها من نص كده بالزبط من نص علامة بنون او اللي هو العلامة بتاعتهم يعني فانت بيجيبيها من نص بتلف فيها على بطنك كده وبعدين بتطلعي من الحرفين كده على كتفك زي ما انتو شايفين في السور كده وبعدين بتدخليها تاني في النص برضو من عند بطنك وتلف فيها على الدارة ممكن تربطيها ربطتين وبعدين خلاص كده تحطي البيبي وممكن تربطيها ربطتين من قدام وخلاص طبعا من اليوم لحد ثلاث شهور ومن ثلاث شهور لحد سنتين يعني دي حاجة حلوة جدا بالنسبة للامهات اللي معها اطفال تانية انا بالنسبة لي نفعتني جدا لان انا معايا طفلة اكبر من البيبي وفعلا استخدمتها من عمر اقل من ثلاث شهور يعني استخدمتها من ثلاث اسابيع تقريبا لان انا بولد كويساري فما ينفعش استخدمها من اول يوم بس جميلة جدا 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 هي فعلا هي اوحش حاجة فيها لفتها بس طالما تعودتي على لفة خلاص هتبقى كويسة جدا معيك فيه ناس كتير على فكرة بتجيبها واتباعها لان هي يعني ممكن في الحاجات السريعة ونزولات السريعة وكده مش عملية ففيه ناس بتجيبها واتباعها عشان خطر مش عارفة تلفها لان انتي ممكن في الاول خالص هتاخذي وقت على بيما تلفها بعد كده في خمس دقيق هتبقى بتتلف معيك بعدين بقى بيقولك ان الكتاب ده بقى يعني هي خمسة متر وان هي بتناسب اي جسم مش لازم جسمه معين اي جسم بتيجي عليه ولازم اهم حاجة انتي تلف فيها عقدتين بس تربطيها عقدتين عشان خطر بيبي ما يوقعش منها طبعا لازم يجون راسه ومرفوع الفوق عشان يبقى فيه تهوية داخلاله ماينفعش طبعا العلمة اللي يقيل عليها غلط دي او اكس ماينفعش ان هو يبقى نازل كده ومستخبي ومافيش هوا واصله ولازم طبعا رجلية تبقى حرف ام مش زي ما قلتلكم الشيالة العادية اللي هي تبقى الاكس الحامرة دي زي ما انتم شايفين دي شكل الرجل لكن الرجلة الطبيعية اللي هي تبقى واخدى حرف الام طبعا برضو بيبقى مايبقاش ميكالكع وميش هتبقى ميكالكع عند الكتف كده لازم تبقى مفروضة عشان الحمل كله بتاع البيبي يبقى متحمل على الكتف وعلى الجسم بكله مايبقاش متحمل كده زي الحملها العادية احنا كده ما عملناش حاجة بس اهم حاجة ان انت تكوني ربطوها ربطتين عشان خاطر البيبي مايقعش وكمان تكوني حكمها كويس ولا ضيقة قوي ولا وسعة قوي عشان البيبي يبقى مرتاح جواها اهم حاجة بقى فيها دي ان هي فعلا بتخليكي البيبي يحسس بالامان كأنه في بطنه امه حاسس بدربة قلبك اول ما بيدخل فيها بينام على طول فيه ناس بتجيبها على فكرة وبتتحرج انها تنزل بيها الشارع بيلبسوها في البيت وهما بيعملوا شغل البيت وكده فانت هاتيها واستخدميها لاستخدام اللي انت تحبين مش عايزين تجيبوها اصلا من الصفحة دي وحسنها نهاية غالية عليكو ممكن عايزين توفروا شوية ممكن تروحوا عند اي حد بتاع قماش تطلبوا منه خمسة متر قماش لكرة قطن هي قماشاتها نوعها لكرة قطن عشان خاطر تبقى كويسة مع البيبي وطرية على جسمه نعمة وكمان فيها نسبة مطة بسيطة تمام كل حاجة انا قلتلكو عليها هي موجودة في الورقة دي وطبعا بيقولك ارشادات الغسيل ايه ان انت تخسليها ازاي ولازم كمان تخسليها قبل ما تستخدميها وطبعا تتغسل وحدها زي اي حاجة بتاعت البيبي بس وهو ده شكلها وانا بالنسبة لي انا كانت عملية جدا ولسه لحد دلوقتي بيستخدمها يعني انا البيبي لسه مكملش ثلاث شهور بس جميلة جدا معايا وحلوة يعني ممكن مثلا في الاول كنت بياخد وقت كتير قوي على بالما لفها دلوقتي الحمد لله مش بياخد عشر دقيقة على بعد وبقيت اعرف لفها الناس بقى بتبصلي بصات غريبة في الشارع ما بيفردش معايا طالما مرايحاني ومرايحة ابني خلاص تمام بس وهي دي تجربتي حبيت انقلهالكم لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في قناتي وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد ولايكوا وكمنت مرسي جدا لمتابعتكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة